تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتيجيكم مني أنا محمد عوات كل يوم ثلاثة على قناة سلب سبورت اللي بدعوكم لا اشتراك فيها قبل ما نبدأ بالتفاصيل حلقة اليوم بدنا نروح على شي مش حقائق دائما نروح على الحقائق أقوى وأغرب وأمتع المرة هيا بنا نحكي عن أقذب أغرب الإشاعات والخرافات اللي انتشرت في كرة القدم وسيطرت كثير لدرجة انك صعب تحكي للناس هنا مش حقيقة حاليا في مجتمعنا خلينا نحكي العربي قبل غيره نبدأ بالكذب الأولى واللي هي ربما كلنا سمعناها وإحنا أطفال وكبرنا عليها الهند ما لعبت بكأس العالم 1950 نتيجة سبب من السببين مرة قالونا سحر ولعبوا وعملوا فيلا واسود وأبصر مين ضد البرازيل وغلبوهم عشرة واحد وهذه طبعا كذب لا تصدق ومرة قالونا لأنه الهند أصرت تلعب بدون أحضية لأنه هيك اللعب بيعرف ويلعبوا عندهم يعني حفات الأقدام والفيفا رفض وبالتالي ما لعب هيك كانت النظريات المنتشرة حتى الآن وللعلم هذه واحدة من أقوى الإشاعات والكذبات المنتشرة عالميا مش بس محليا في العالم العربي والحقيقة هي ببساطة وحسب اعتراف من الناس كانوا موجودين في الاتحاد الهندي لكورة القدم ونشرت عليهم مجلات زي سبورتس الستريتد وغير قالوا الموضوع ببساطة أنه إحنا كان ما عنا كرة قدم يعني إحنا ناس نلعب كريكت لسه ما عنا كرة قدم فمعرفناش كيف نتفق مع بعض نختار منتخب يروح يمثل الهند في تأس العالم هذا أولا ثانيا لنه ما نلعب كرة قدم كان الوقت اللي ضايل عشان نحضر منتخب ونلعب وكرة قدم يروح يلعب كرة قدم زي الناس ما يرجع ماكل ستين وسبعين ما كان في وقت فهذا الوقت ما كان يكفي فبالتالي ما رحنا نلعب ببساطة لا سحر ولا فيلة ولا إسود أما الكثب الثانية فهي أنه بيلي كان يلعب بدون تسلل كثير ناس رددوا هذه ومصدر هذه الخرافة لما دورت عليها غريب أنه من الأرجنتين لأنه نتيجة صراع بيلي مارادونا التاريخي القديم ولكن الخرافة وصلتنا وانتشرت عربيا وانتشرت أيضا في كثير ناس الفكرة أنه بيلي كان يلعب بقانون تسلل أصعب من قانون تسلل حالي كان المسافة بينه وبين الحارس المرمى لازم يكونوا لعبين هذا أولا وفي فيديو عملته زمان كان أنيميشن حكيت أنه هل كان بيلي يلعب بدون تسلل تقدروا تشوفوا القصة كاملة وإنه بيلي كان يلعب بقوانين المقاشنة فيها أسهل من هالأيام الضرب فيها أسهل من هالأيام ورغم ذلك كان بيلي وننتقل في الخرافة الثالثة للدوري الإسباني أو كأسمنك إسبانيا خلينا نكون محددين وفي الكرة الإسبانية في نتيجة تاريخية ريال مدريد هزم برشلول 11 وحد نتيجة كبيرة نتيجة مرقبة للتكرار بالمنطق لكن الفكرة هون كانت نتيجة تكرة قدم بس طلعوا ناس قالوا لا الجيش الإسباني دخل بين الشوطين وضرب لعبة برشلولا أو هددهم بالقتل والإعدامات فلزدوا خسر 11 وحد عشان الجنرال افرقوا والحقيقة المهمة هون لازم نفهم أنه هذا الشي ما صار في فيديوهات وثائقية كتالونية تشرح القصة وفي هذه القصص الكل بيقول ما دخل حدا في الملعب ضربنا ولا هددنا خلال المباراة نعم تواصل معنا الأمن قبل المباراة هددنا بشكل أو بآخر أنه إذا عملنا أي تصرفات انفصالية أو أي تصرفات تثير النعرة الكتالونية أمام نظام الحكم اللي كان قائم في مدرين هنا الفكرة الآن ليش الإشاعة انتشرت كثير في العالم العربي أنه مش هتلقاها كثير بالإنجليزي أنه الجيش دخل ضرب وصف دباب بباب القول والحكي هذا لأنه للأسف معلق كبير زي عصام الشوالي أخطأ في إحدى مباريات الكلاسيكو وحكى القصة الغلط وانتشرت ولما نفاها نفاها بمباراة مش مشهورة فالقصة عاشت وزي ما بنعرف الإشاعة بتلف العالم كله ولسه الحقيقة بتحاول تعمل أول خطوة أما واحد من الخرافات اللي مرت ع كثير ناس مننا أعتقد أنه إنجلترا لما خسرت من أمريكا في مونيديال 1950 كتبت النتيجة في صحفها أنهم فازوا عشرة واحد والقصة البساطة إنجلترا طول حياتهم شايفين حالهم بكرت القدم على شو ممكن أنهم حطوا قوانينها ممكن أنهم سبقوا فيها بس في النتائج كمنتخب يعني إبعاد كثير على أنهم يشوفوا حالهم بس هم كانوا شايفين حالهم وراحوا لعبة مونيديال 50 واجهوا أمريكا اللي ما كانش عندها منتخب كرة قدم لملموت لملم ما بين موظف بينك على موظفين عاديين على الناس أصلا بلعبوش كرة قدم جابوهم من بورتوريك وأبصر شو قصة مجمعة غريبة وفازت أمريكا وحسفها والخبر لهون مفاجأة صادمة لمستوى أنه الإنجليز داليون بيعتبره أكبر مفاجأة بتاريخهم بالكرة برغم أنهم طول حياتهم بكأس العالم قديم بيخسروا يعني بلا مرة واحدة بالستة والستين الآن طلعت إشاعة أنه الإنجليز لما المراسل تباحهم بعثلهم أنه أنت خسرتوا واحد سفر شافوها ضحكوا قالوا هذا الناس الواحد ها عشرة واحد إنجلترا تهزم أمريكا عشرة واحد وقيل أن الصحف نشرتها لكن في دراسات استقصائية قامت راجعت الصحف بتلك الفترة قالت ما القينا أي شيء ويبدو أنه قصة العشرة واحد اللي كتبت بالصحف غلط والحقيقة تبقى حقيقة إنه أمريكا صدمت إنجلترا بالخمسين بهدف مقابل لا شيء أما بالنسبة للكذب الخامس اللي عربيا بيعرفها كلنا زيدان موقع أبدا في حياته بالتسلل والبعض بيستخدمها إنه هاي دليل ذكاء دليل عبقرية دليل حسن تمركز قراءة مباريات لزين الدين زيدان وزيدان في كل هذه الصفات كلعب كرة قدم ذكي حسين التمركز بيعرف يقرأ مباراة وبدير مباراة وبيعرف كل شو بصير حوله في الملعب زيدان كان لعب عبقري هذا لا نقاش فيه لكن زيدان وجع في التسلل ببساطة ويعني كنت عم بدور في اليوتيوب وكذا وللأسف بقدرش أشارك كل اللقطات معكم مثلا لقيته يوقع بالتسلل في يوفينتوس ومانشستر يونايتد سنة 99 ووجع أمام إسبانيا في مونيديال 2006 إذن مش عيب إنه وجع بالتسلل هذا الطبيعي إنه اللاعب بوسط بعض الأحيان يسقط بالتسلل هي كذب وخرافك كانوا الناس يحاولوا يركزوا على إيجابية في زيدان بس بعض الأحيان هذه الكاتبات للعلم بتضر يعني إنت لم تجي تقول زيدان لا وقع بالتسلل البعض حيفهم غلط آه يعني زيدان مش دكي لا زيدان دكي زيدان عبقري بس وقع بالتسلل نوصل هنا إلى هذه الحلقة بطلب منكم بالتعليقات تحكوا لي شو بدكم من التوب 5 وأيضا تشتركوا بالقناة والسلام عليكم ورحمة الله